تابعونا عبر هاشتاك رأيت داعش على فيسبوك وتويتر على منصات التحالف الدولي ضد داعش طبعا الحياة في ظل داعش كانت صعبة كتير صعبة كتير على كل المجتمع رجال ونساء بس الأكتر معاناة كانوا هن النساء داعش حاولت تغيب المرأة نهائيا فتعبت كتير لا استطعت اكتساب ثقة الناس نصاروا هن يبعثوا بناتهم اللي عندي على مدى سنوات طويلة عملت فيها بتغطية أخبار داعش كانت الوحشية هي العنوان الدائم والقاسم المشترك بين معظم هذه الأخبار وعندما كنت أزور المخيمات وألتقي بالناجين الذين عاشوا تحت سطوى داعش كنت أرى الرعب يتجسد في عيونهم كلما حاولوا سرد الأهوال التي عينوها وعاشوها ونجحوا أيضا في الفرار منها وكلما أصر داعش فيديو جديد يتباهى فيه إرهابيوه بالذبح والقتل والترويع طبعا كلنا نتذكر هذه الفيديوات وكيف صدمت العالم كنت كل مرة أسأل نفسي لماذا داعش يقوم بكل هذه الفضائع؟ هل المجازر الدموية والفيديوات العنيفة وطرق التنكيل المرعبة التي يبدعونها تعبر عن سادية عشوائية عند هؤلاء المجرمين أم أنها استراتيجية مدروسة تم وضعها بالدقة لشن حرب نفسية على الآمنين هذا تماما كما فعل التتار قديما وهم يخربون حضارة البلاد بلادي العراق ويفتحون المدن والبلدان ببث الرعب في القلوب عبر قصص التنكيل والقتل وأكوام الجماجم التي كانت تسبق جيوشهم وتماهد الأرض أمام مقاتليهم كما يشهد التاريخ للإجابة على هذا السؤال حاولت أن أبحث عن المصادر التي رصدت استراتيجية داعش والدراسات أيضا التي تعمقت في أجندته الخفية وطريقتي في العمل وتنفيذ الأهداف وكلما تعمقت طبعا في الباحث كانت الدراسات تقودني إلى مصدر واحد يعتبره معظم الباحثين مصدر أجندة داعش الخفية إنه إدارة التوحش طبعا إدارة التوحش هو كتاب غامض انتشر على المواقع الجهادية بدءا عام 2007 وينسب لكاتب مجهول هو اسمه أبو بكر ناجي وإن كان يعتقد بأن كاتبه هو القياد في قاعدة محمد الحكايمة الذي قتل في غارة أمريكية على أفغانستان عام 2008 لكن كتاب إدارة التوحش يقسم مرحلة إقامة الدولة إلى ثلاث مراحل أولها شوكة النكاية والإنهاك الثانية هي إدارة التوحش والثالثة هي مرحلة التمكين وقيام الدولة فهل هذا الكتاب فعلا هو السبب وراء كل هذه الوحشية التي تميز بها داعش؟ الإجابة على هذا السؤال حملتني إلى القاهرة لألتقي الأستاذ ماهر فرغلي أحد الباحثين المتخصصين في دراسة هذا التنظيم المتطرف وهو مؤلف كتاب داعش والقاعدة العقل والإستراتيجية أهلا بكم أستاذ ماهر طبعا إدارة التوحش إلى أي مدى يمكن أن نعتبر هذا الكتاب هو أساس استراتيجية داعش وهو السبب فيما تميز به هذا التنظيم من إفراط في العنف والتنكيل والوحشية بكل تأكيد إدارة التوحش من الكتب الهامة جدا جدا التي استند إليها داعش استراتيجيا وتكتكيا يعني عن طول استراتيجي والخططي والمرحلي لمرحلة التنكيل لكن داعيني أؤكد على أن هناك كتاب آخر من الناحية الفقهية يعني هناك تنظرات فقهية وتنظرات استراتيجية تنظرات إدلوجية بناء عقدي عقدي بنى عليه الفقه نفسه وكتاب آخر بنى عليه التكتيك فالكتاب المبني عليه التكتيكات والاستراتيجية ودارة التوحش الكتاب المبني عليه الفقه نفسه والنزوء على الفقه والاستناد إلى الفقه هو كتاب مسائل من فقه الجهاد لأبو عبدالله المهاجر كاتب أبو عبدالله المهاجر وأبو بكر ناجي كلاهما عاش في أفغانستان كلاهما انتقل إلى إيران كلاهما بعد ذلك يعني واحد قتل في أفغانستان أبو بكر ناجي والآخر واصل العمل حتى واصل إلى سوريا وقتل منذ عدة سنوات أبو عبدالله المهاجر في البداية الذي نظر لفقه الدماء الفقه الذي استند إليه داعش في كل لحظة التحريق قطع الرقاب، العمليات الانتحارية، التفجيرات عن بعد، قتل العوام، تنزيل أحكام الدولة على ساكنها هذا الرجل كان يدرس في معسكر هارات الذي كان يقوده أبو مصعب الزرقاوي وكان يدرس هذا الفقه وأبو مصعب الزرقاوي اقتبس منه هذا الفقه تماما في ذات الوقت كان داعش والقاعدة يستندون إلى كتاب إدارة التواحش من ناحية الاستراتيجية والتكتيفية لدينا تنظيرين، تنظير الفقه نفسه وتنظير الاستراتيجية والتكتيف تنظير الفقه كان على مسائل من فقه الجهاد لابو عبدالله المهاجر وهو كتاب مروع في الحقيقة وبشع جدا للغاية يجيز السرقة، يجيز الاستحلال، يجيز استحلال النساء وبيعهنك جواري يجيز قتل العوام على العموم، ينزل أقام الدار التي يكفرونها على ساكنيها وقاطنيها يجيز قطع الرقاب، يجيز تحريق الأعداء إذن هذه التنظيرات الفقهية التي استند إليها داعش من ناحية الفقه من ناحية التكتيف، إدارة التوحش صار بمعنى صحيح كيف أصنع التوحش كيف أصنع الفوضى، ومن ثم كيف أسيطر على الفوضى وبعد السيطرة على الفوضى كيف أدير هذه الفوضى أي مرحلة التنكين هذا الكتاب بمرخص شديد جداً يعني مراحل صناعة بالكتاب وكيف تصنع الفوضى ثم كيف تديرها وكيف تسيطر عليها نعم، يا راتيا أستاذ ماهر تشرح لنا هذه المراحل الثلاثة التي حطها الكتاب أو وضعها الكتاب شوكة النكاية ثم إدارة التوحش ثم التمكين شوكة النكاية بمعنى التي هي سياسة النكاية والإنهاك كيف أقوم بعمليات نكاية في الأعداء وهذه العمليات تنهك الأنظمة الموجودة وهذا يكون على عدة نواه واحد، النحية أو المحور الاقتصادي كيف أدمر الاقتصاد نحية الأمنية كيف أنهك الأمن وأصطاد الأمنيين نحية الأخرى كيف أفشل السياسة سياسة هذه الدول بمعنى إفشال وإنهاك هذه الدول كل التنظيمات تقريبا سواء المحلية أو سواء المعولمة أو داعش أو القاعدة يسيرون على هذه السياسة يعني سياسة الإنهاك التي يعني يلقبونها ببساطة بمثل بسيط هي سياسة البرغوس والفيل كيف يسقط هذا البرغوس الضعيف الفيل الضخم النظام بعمليات مباشرة أو غير مباشرة مثل أمواج البحر يتحدث أبو بكر ناجي عن هذه العملية وهي يسميها أمواج البحر يعني تذهب تزيد وتنقص حالة مد وحالة جزر حالة زيادة وحالة نقصان لا يوجد لها مكان سابق يعني تنتقل من مكان إلى آخر وتزيد وتنقص ويتحدثون فيما بعد عن الخلايا العنقودية وكيف تدار هذه الخلايا العنقودية والخلايا المنفردة وكيف تكون الخلية منفردة أو خلية متصلة بالتنظيم الخلية المنفردة التي تحمل الفكر وتعمل وحدها وكيف ندير هذه الخلايا المنفردة إدلوجيا وفكريا وستراتيجيا وبعد ذلك المنفردة المتصلة بالتنظيم كيف نديرها كل ذلك في عمليات الإنهاك وعمليات النكاية للخص أو للعدو ننتقل بعد هذا من إنهاك الاقتصاد وإنهاك النظام السياسي وضرب الأمن إلى مرحلة الفوضى هذه التنظيمات لا توجد إلا في بيئة توتر في بيئة فوضى يعني إذا وجدت الفوضى في مكان وجدت هذه التنظيمات ومن ثم هو يدرك ذلك كيف يصنع الفوضى هو صنع هذه الفوضى بعمليات الإنهاك والنكاية وانتقل إلى هذه الفوضى وبعد ذلك يصل إلى مرحلة إدارة هذه الفوضى كيف يدير هذه الفوضى ويسيطر عن الفوضى يسيطر على البترول تحدث عن البترول يسيطر على الموانئ يسيطر على الماكن الحساسة في الدولة والبنوك وغيرها ثم كيف يدير هذه الفوضى يدير عمليات التنكين مثل ما ذكرته أستاذ ماهر قبل قليل أنه الكتاب كتاب إدارة التوحش ينسب من قبل البعض لمحمد الحكايمة اللي كان قيادي بالقاعدة من هو محمد الحكايمة يعني ما هو ثقل محمد الحكايمة بتنظيم القاعدة وهل هناك كان ربط تنظيمي نوعا ما بين القاعدة وداعش محمد الحكايمة أنا لا أميل أنه كاتب الكتاب يعني هو كان ضعيف ليس له تاريخ كبير هو كان عضو الجماعة الإسلامية المصرية لكن أنا أميل إلى أن كاتب الكتاب هو مصطفى سيت مريم أبو مصعب السوري وهو رجل منظر استراتيجي وتكتيكي خطير وكل دروسه بالفيديو التي أطلقها أو كتابه دعوة المقاومة الإسلامية وهو كتاب ضخم جدا سنجد أن هناك اقتباسات كثيرة من كتاب إدارة التوحش من كتاب دعوة المقاومة يعني دعوة المقاومة هو مرجع كبير إدارة التوحش هو جزء منه سنجد أن إدارة التوحش مأخوز ومختبس من هذا الكتاب وكتاب دعوة المقاومة الإسلامية هي كتاب متأليفة من مصعب السوري ومصعب السوري كان عضو في جماعة الطريعة المقاتلة في سوريا وشهد أحداث حما وكان مخطط عسكري ضخم وحصل على الجوء للسياسي في أسبانيا وعدم أسبانيا لأفغانستان وهو يعتبر الأستاذ التكتيكي الحقيقي لتنظيم القاعدة والمنظر الحقيقي لأسامة بن لادن وهو المخطط الكبير جدا وهذا الرجل أعتقد أنه هو مؤلب في هذا الكتاب وهذا الرجل يعني تاريخه بشع وكتير جدا في هذه المسألة طبعا جزء مهم من استراتيجية تاعش التي تهتم بنشر الرعب والضعر جعلها تهتم بالإعلام والحرص على تزويد مواقع التواصل الاجتماعي بفيض من الفيديوات العنيفة المؤثرة للتلاعب بنفسية الملايين سواء ببث الرعب في نفوسهم أو استمالة المتعاطفين وبث الحماس الذي يؤدي لتجنيدهم كارول معلوف صحفية لبنانية مستقلة متخصصة في تغطية الشرق الأوسط وسياساته السيدة معلوف مستشارة متعاقدة مع وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة هي تدرب ضحايا الإرهاب على التواصل في الشرق الأوسط وإفريقيا كارول هي أيضا محاضرة في كلية العلوم السياسية في جامعة سيدة الويزة في لبنان وهي معلقة منتظمة في شؤون الشرق الأوسط في المحطات والمنشورات المحلية والإقليمية والدولية ذهبت لرؤيتها وسألتها عن استراتيجية داعش الإعلامية نرحب بك سيدة كارول هل وسائل الإعلام التقليدية سقطت في فخ داعش؟ عندما كنا نضيء أخبار داعش كنا نضع الفيديوات في نشرات الأخبار هذا ما ساهم تشوفين بطريقة غير مباشرة بتحقيق الهدف لداعش؟ هناك يعني الإعلام التقليدي يتبع الخبر وعندما يكون في اللحظة الخبر مثل ما حصل في الموصل وسطوة المسلحين في مايو 2014 كان هناك حال من الهلع فلا أظن بوقت أنه كان العالم أو الأعلام مدركت تماما لخطورة هذا التنظيم والبروباجانة التي كان يقوم بها فهم كانوا ينقلون الخبر ضمن منهم أنه خبر أو سكوب أو شيء من اهتمام للناس ولكن عندما ننظر إلى الأمور بأكتر بالعمق إلى الوراء نرى بأنه طبعا كان هناك أن الأعلام التقليدي وقع في الفخ في مساهمة في مقامة به داعش من التروباجاندا ولكن أنا إذا سمحتي لي أريد أن أعود إلى مايو 2014 عندما كنا نقف على معبر خازر ما بين قليم كردستان والموصل وكنا نشوف العائلات التي هربت من داعش في يومها وعندما كنا نسأل الذين فروا من الموصل على المعبر هل رأيتم هؤلاء المسلحين كلهم يقولون لأ لم نراهم طب أنتوا ليش هزمتوا كما يقولون في العراق ليش هزمتوا وطلعتوا يقولون لأننا سامعنا رسائل عبر التليفون وشفنا فيديوهات أنهم يقتلون وينكلون فبدأت البروباجاندا المحلية في الموصل من اليوم الأول طيب سيد كارول شلون تشوفين تطور هذه البروباجاندا؟ نعم أنا بس حبيت أنها بدأت من اليوم الأول أنهم استعملوها وكانت طول ناجحة ومن ثم دخلوا إلى تويتر وكان في حسابات معروفة أنه هي تقوم بشخصيات لترويج لداعش عبر تويتر وغير تويتر فهذا الشيء كمانا سمعناه أنه هؤلاء جايين لإنقاذنا لمساعدتنا كمانا هذا كان جزء من البروباجاندا الذي هم استعملوها وليس فقط البطش نحن هنا لمناصرة أهل السنة وهناك من وقع في هذا الفخ أيضا في العراق وسوريا وظنوا على بساطتهم وصدجتهم أنه فعلا هؤلاء رح يقيموا الأحكام الإسلامية في وجه من يظلموننا ولكن كمانا أتوجه للمسلمين في الغرب يعني أنا قبلت عدد من النساء في مخيم الهول يعني من عامين وهن يعني نساء بعض المسؤولين الدواعش وهن أجنبيات ولكن معظمهم من أصول عربية ومعظمهم من أصول شمال أفريقية بالتحديد يعني مغربيات تونسيات ولكن عايشين في هولندا وفي دول بيقولوا لك أن هناك في نوع من عنصرية في أوروبا لأنه هي منقبة بأوروبا وفي عنصرية تجاه النقاب والحجابة ظنوا أنه هم يعني في بروفاجاندا اللي استعملتها داعش لاستقطاب هؤلاء من الأجانب أو ما يصم بالمهاجرين من أوروبا والدول الغرب يعني سيد كارول إحدى الثغرات التي استخدمت هي مثلا حالة الرفض أو حالة ممكن نسميها نوع من التضييق على فئات معينة فهو ممكن يستخدم هذا الشي ويدخل بدور المنقذ صح با هن شو بتقول بتقول نحنا ظنينا أنه نحن لحن نجي نعيش بحرية تخيلي يعني عم بتقول هي حاسة أنه النقابة ما عطاها الحرية في أوروبا وهي ظنت هي وزوجها أنه جايين يعيشوا بحرية إسلامية بدأت تلبس النقابة تحس حالها مرتاحة وقت وصلت هي بتقول أنا استغربت أنه تم أنه خزأونا الفاسفورات أنه طب إذا مشنا جايين نعيش بحرية إسلامية مثل ما أنتوا قلتونا لماذا تم تمزيق الفاسفورات؟ هل نحن عايشين تنعيش بسجن؟ أنه كان هذا أول سؤال ومن ثم ما بتقول أنه هم بيعطونا البيوت وبيجبرونا أنه نعيش بمناطق معينة وهي دي تفكرت أنه الحرية يلي هنجي يعيشوا فيها كانت كلها بدعة وكذبة جزء من البروباقندا اللي استعملتها داعش بأخذها أولا إذا الأستاذ ماهر أين تقع بروباقندا التنظيم الإعلامية في استراتيجية التنظيم؟ يعني ما مدى أهميتها في هذه الاستراتيجية؟ البروباقندا الإعلامية لتنظيم داعش تقع على أقل في المقام الثاني بعد المجلس العسكري نحن نعلم أن هيكلة التنظيم تنقسم إلى اللجمة المفوضة التي تدير التنظيم وعلى رأسها القائد اللي أعلى كان أبو بكر البغدادي والآن أبو عبد الرحمن مولى الصلابي فبعده اللجمة المفوضة بعده مجلس الشورى بعده المجالس فالمجلس العسكري ثم المجلس الإعلامي الذي يدير التنظيم سيد كارول البطولة الزائفة وهذه الهالة اللي تحاول داعش أو حاولت كروباقندا بالبداية أو حتى خلال السنوات حاولت إنه تحيط نفسها بنوع من القوة من هالة البطولات هل تشوفين إنه هذا جذب بعض الشخصيات اللي عندهم نزع انتقامية؟ أكيد إذا بتشوف المجموعات اللي بلاحقاً باعت أو يعني هم استعملت عادي هم بستعملوها أو التحقت بداعشية كانت المجموعات الأكثر دموية أو المجموعات اللي يعني تاريخياً تعتبر عندها إنها شايفين إنه في عنده النوع من مصدومية تحولت إلى أعمال عنفية وفي ناس عندها سجلات إجرامية كبيرة كمانا يعني نحن يعني معظم الناس اللي عملنا عنهم تقارير أو لقاءات أو دراسات كان عندها خلفية إجرامية سرقة أو قتل أو يعني ناس أصلاً بطبيعتهم دموية هم يلي ارتفعوا إلى المراكز العليا أما الباقيين اللي كانوا مضللين بسبب البروفاجندا هيدول اندعسوا يعني إن كان يعني تهم ما بعرف قطع الرؤوس برقة بعد دوار الرقة أنا راحت أنا زرت منطقة الشدادة وشفت مطرح ما كانوا يصل بالناس بالشمس بما يسمى بالحفة إذا تسمحي لي هون بموضوع الشدادة تقيت بأطفال صبيان عم بيلعبوا كرة قدم بالشارع بقى سألتهم أنه أنتوا كيف كنتوا عايشين طبعاً ضمن الدمار الهائل يلي كان موجود بمنطقة الشدادة يلي كان بشيكات بيوت بعد أن نواقف بقى سألتهم أنه أنتوا هيدا ما بعد ما اندحرت داعش من خبل التحالف من المنطقة أنه هل كنتوا تلعبوا الكرة؟ ألا أكن ممنوع كأننا نحن ممنوع علينا نلعب الكرة بس هن كنوا يلعبوا كرة سيد كارول إحنا كنا بالأخبار ننقل هذه الرسائل أو نوضح بدون ما نقصد يمكن أنه إحنا نوضح للناس أو نكون فياكل أو مثل اللي نقلت يعني حامل لهذه الرسالة بالمؤسسات الإعلامية بس كنا من نطلع هذه المشاهد كنا نساهم بعرض هذا الجانب أو بعرض هذه البروبغاندا شوفين صار من الضروري أنه الإعلام يصوب أسلوبه؟ فأنا بقول أنه لازم بالعكس ما لازم نحن نخب بهذا الموضوع ولكن في حال تم التعاطي معه لازم تصلية الضوء على أنه بروبغاندا يعني لازم نقول نحكي نضد هيدا الشيء ما لازم نفرجه للآخر ولكن لازم نفرج البطش والقتل والدمار يلي ألحب بهذه المنطقة وبالمدنيين والمواطنين يعني إحنا ما حكينا بعض عن الأصاب الأيزيديين والنساء يعني حتى أنا بدي أحكي لك أنه ليس فقط الرجال يلي كانوا هن دمويين يعني حتى في نساء الدواعش يعني بتحكي لك أحد السبايا يلي أنا قابلتها يلي كمينة تم تحريرها من بعد آخر معركة بالباغوس من سنتين كمينة طلعت كانت موجودة بمخيم الهولو وطلعوا بقى قابلتها وحكيت معها سبت أيزيديين أول شيء أكبر مشكلة أنه عندها ولد من أحد الدواعش ما عارفة شو كنت تعمل فيه الموضوع الثاني كان أنه عندما ترفض هي هذا الرجل يلي تجبر عليه هي زوجته زوجته الداعشية تجبره على الممارسة يعني الجنس بالقوة النساء يعني هيدا كمينة شيء ملفت للنظر أنه حتى النساء الدواعش حتى اليوم لليوم بس أبتروحي بالقابل يليون عاملين حسب داخل المخيم وبيخدشوا بالنساء ببعضهم يعني هيدا عقلية دموية علينا محاربة فهم يعني كمينة اشتغلوا كتير عفكر العالم يلي كانت عايشة تحت سلطتهم وهيدا جدا يعني محيط ولازم ينشغل بالعمل وفي حال تم تعودة هؤلاء إلى بلدانا كمين لازم ينشغل عليهم إن كانوا من دول عربية أو من دول أجنبية إنه هم يشكلون أنا برأيي خطر على المجتمع إنه هيدا الفكر تشربوه على فترة أربع سنين فأنا ما بعرف كيف وهن الأعلام تبعهم الداخلي البروبجاندا الداخلية اللي كانت تنشر فيه مناطقهم في العراق وصوريا كمانا كانت يعني اشتغلوا علي منيح إنه الكفار وجايين عليكم الصليبيين يعني كمانا خوفون من الآخر وأنتخيل شو صار بهالأطفال يعني على مدى أربع سنين سؤالي الأخير لضيفي لأستاذ ماهر ما هي الأمور الثلاثة مثلا التي يمكن القيام بها لضمان النجاح في مواجهة دعاية داعش طبعا طبعا في البداية نحن نعلم أن هذه السياسة التي كنت تتبعونها أعالميا سياسة الصدم والراء هي تأتي في سياق ما يسمى غسيل الأدمغة يعني كيف يخسل دماغ المتلقين وكيف يخسل دماغ الشباب بما أصدره بحيث يسهل استقطابهم ويسهل تجنيدهم ومن ثم يمكن أن نواجه ذلك على محاور ثلاثة المحور الوقائي والمحور العلاجي والمحور التفكيكي المحور العلاجي كيف إعلاميا لابد من وجود برامج تشبه إلى حد كبير برنامج سياق وهذه البرامج هي برامج علاجية لكل المتلقين وكل الناس تعصمهم وتقيهم وتكون سد منيها أمام أفكار داعش يعني وسطية الإسلام نتحدث عن عدالة الإسلام عن فقه الدماء والرد على هذه التنظرات هذا على سبيل الوقاية وكيف أبين هذه الوحشية التي تستخدمها التنظيم والمفاسد التي قام بها على النحية الأخرى بعد النحية الوقاية النحية العلاجية هي علاج برامج علاجية ومناقشات وحوارات مع هؤلاء المتطرفين الذين يحملون التطرف العنيف أو الذين وصلوا إلى مرحلة الإرهاب أو الذين لديهم قابلية للتطرف العنيف وكيف أعارضهم من هذه المسألة ببرامج حوارية أو ببرامج إعلامية النحية التفكيكية هي نحية تقوم بها الجهات الأمنية لتفكيك هذه التنظيمات واختراقها وتغيير مصاريا بهذا الإسلوب على مواقع التواصل من إنشاء لجان إلكترونية متخص وبرامج حوارية وبرامج إعلامية أعتقد أنه بنفس التماسل هذا نستطيع أن نقاوم ونكتبح هذا التطرف العنيف أو الإرهاب لتنظيمات مثل تنظيم داعش إذن أشكر ضيوفي كارول معلوف الصحفية اللبنانية المستقلة والمتخصص كما ذكرت في تغطية الشرق الأوسط وسياساته وأيضا الأستاذ ماهر فرغلي المتخصص بشؤون الجماعات المتطرفة شكرا لكما يحلو للبعض المقارنة بين وحشية داعش ووحشية التتار القدماء وهم يجتاحون البلاد ويدمرون الحضارة حضارة بلدي العراق ويجرعون الأرض رعبا لكن المفارقة التي يقدمها التاريخ هنا هي أن التتار ارتبطت سيرتهم بهذه الوحشية عندما كانوا وثنيين بدايين قبل أن يعرفوا الإسلام وعندما عرفوه ودخلوا في دين الله أفواجه تغير الأمر تماما فقد تحولوا من قوة عاتية مدمرة إلى أصحاب حضارة ورعاة علم ومجد ودول أقيمت في بلاد فارس والهند وآسيا الوسطى أما داعش فقد انتمى ظاهريا فقط للإسلام لكنه بالحقيقة أراق بحارا من الدماء وهو ينفذ استراتيجيته المزعومة إدارة التوحش كيف فعلها داعش أصلا واستخدم دين السلام والمحبة والحضارة كغلاف واهن لهذا العنف طيب هو قتل آلاف المسلمين السباح الشرائع والأعراف مستخدما ظاهريا الإسلام سؤال مهم وجوهري في فهم داعش ورؤيته على حقيقته لكن ربما احنا نحتاج هنا مزيد من الوقت والبحث لذلك ابقوا معي في الحلقة المقبلة من رأيت داعش يمكنكم الاستماع إلى حلقات رأيت داعش عبر موقع التحالف الدولي www.theglobalcollision.org وعبر منصات ومن خلال هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي